السلام عليكم اللهم اجعل عملنا كله صالحا اللهم اجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله إخوتي ومعنا سماحة الشيخ الدكتور فضيلة الشيخ حمد حسان أخي وحبيبي أهلا بك تشرفنا وسعيدنا أحبك الذي احتني فيه شرف لي وأنا في غاية السعادة بهذه اللقاءات لأني أراك كل يوم الحمد لله اجزاك الله خير وهو شرف لي أيضا وسعادة نسأل الله عز وجل ألا يفرق بيننا حتى يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض ثم في الفردوش الأعلى من الجنة آمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعل ليلتنا هذه ليلة بركة وأن تنفعنا بما نقول ترزقنا العمل بما قلنا وأن تجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا اللهم وزدنا من علمك الذي تحب لنا أن نعلمه اللهم وفقنا وأعنا وأطلق ألسنتنا بالحق في أن نسمع الدنيا ما تحب أن يسمعه الناس منا آمين يا رب العالمين آمين آمين إخوتي أنا أحبكم في الله ما شاء الله الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده من لطف الله بنا أن عرفنا في بعض شريعته الحكمة مما سرع لكي تكون هذه الحكمة من الشريع نصب أعيننا هدفا نصل إليه هذه من لطف الله بنا ومن رحمته جل جلاله فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فذكر جل جلاله وهو العزيز الرحيم أن الحكمة من الصيام والغرر من الصيام والهدف من الصيام أن نتقي الله جل جلاله ولذلك إخوتي بعد مرور أيام من رمضان وليال أسأل الله أن يجعلها مباركات اللهم اجعل رمضان هذه السنة بركة علينا وعلى أمة محمد اللهم وأعتق فيه رقابنا من النار إخوتي ماذا فعل رمضان في قلوبكم وأين التقوى ولكي نسأل عنها ونتساءل فلابد أن نسأل الشيخ الفاضل ما التقوى الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أنا أعجب يا أبا على أن يجعل الحق تبارك وتعالى التقوى غاية لهذه العبادة العظيمة ألوي الصوم سبحان الله بل لقد جعل الله التقوى غاية كل عبادة فإن كانت العبادة غاية الخلق من الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فلقد جعل الله التقوى غاية كل عبادة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتكون ثم جعل التقوى غاية الصوم فما هي التقوى تم تفضلها؟ التقوى لغة هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقى والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين صخط الله وغضبه وعذابه وقاية هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي وكما تفضلت قلت قبل ذلك في حلقة كلمة رائعة هناك من المفردات الشرعية واللغوية ما لا تحتاج إلى تفصيل لأنها بذاتها تحمل جلالها وجمالها ورونقها وبهاءها ومعناها ومغزاها نعم التقوى كما قال أبو هريرة رضي الله عنه حين سئل ما التقوى فقال لسائله هل لمشيت على طريق فيه شوك قال نعم قال فماذا صنعت قال كنت إذا رأيت الشوك اتقيته قال ذاك التقوى فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ من صحابين جليل وقال خل الذنوب خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى نعم نزاك الله خير لكن الشيخنا التقوى من عجم يعني الآية التي بهرتني نعم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الله أكبر وصينا نعم الله يوصي نعم عباده أن اتقوني نعم أن اتقوني نعم التقوى شيخنا كما ذكرت حضرتك جواب سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه حين قال هل أخذت طريقا زا شوك إن الإنسان عارف لما يبقى ماشي في طريق فيه شوك يوم يعمل ايه بيمشي على طراطيف صوابه عشان يتقي الشوك أرض في شوك حياتنا مليئة بالأشواك ولذلك قال سبحانه وتعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به يمشي به في الناس نعم نحن محتاجين نور نمشي به نور نمشي به فعلا لأنه لو ماشي من غير نور رجلنا هتتخرم من الأشواك أشواك المعاصي والزنوب والفتن والآلام والشهوات كل دي أشواك أشواك تمزق أقدام السائرين إلى الله فإن لم يكن للسائرين عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات وإلا حالة بينهم وبين ربهم تلك القواطع والموانع ولذلك التكوى إذا قلنا كما قالها ابن مسعود رضي الله عنه في تعريف التكوى أن تعمل بطاعة الله هذا طلق بن حبيب طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله نعم وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله بهذا النور الذي تسير به وصية الله أن اتقوني الحزر الله أكبر ويحذركم الله نفسه لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يقول احذروني سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه فاحذروه فهذا الحذر هو التكوى المطلوبة أن تحذر بطش الله تحذر عقوبة الله وتحذر سخطه وغضبه أن تحذر سخط الله وعقوبة الله وأن تحذر أن يحول الله قلبه لا حول رقة إلا الله واعلموا أن الله قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا الآية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أنه قد يحال بينكم وبين تلك الاستجابة لا إله إلا الله يحال بين القلب وبين أن يستجيب السبيل لكي آمن هذا أن أحذر من هذا أسكار تيفي شوف دائما نقبل التحدي دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل بشرى لكل الناس ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا إليكم كرس التخصيص للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم أي عشب يستخدم في إلقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال ألترا سليم كابسولات طبيعية مئة بالمئة ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخصيص الآمن أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودرسات مستفيدة خاصة في إلقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة مئة بالمئة ألترا سليم أعشاب وكابسولات كرس كامل للتخصيص انقاص الوزن مهم للكبار والصغار ألترا سليم يساهم في عودة السقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوضع ألترا سليم مهم جدا للمرأة الحامل ألترا سليم انقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة هتخصي يعني هتخصي لأنه ألترا سليم تراكم الدهون في مناطق معاناة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياء ألترا سليم نتائج مبيرة حقيقة انتصرت على خير ناس كتير بيتحاول تخص لكن بتجب صعوبة في التحكم في الشهية دول بيحتاجوا ألترا سليم برضا كتير مفتاح علاجهم هو انقاص الوزن ألترا سليم مشروب زائد كابسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحل حقيقة وليست خيار المنتج حصري لشركة أسكر العالمية اتصل نصلك أينما كنت 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادث لبلدك أو لأقرب دولة الله أن الله مطلع على قلبي فماذا يرى الله في قلبك ولا شيخنا ولا إيه السبيل للتقوى جميل يعني أنت فضلت الآن بإشارة تحتاج من إخواني وأخواتي إلى وقفة متأنية جدا ألا وهي أن التقوى وصية الله جل جلاله للأولين والآخرين من خلقه وصية وصية أنا أعجب أيها الله أعجب كيف تضيع الأمة وصية ربها جل جلاله بل وأزيد إخواني وأخواتي والتقوى وصية النبي لأمته صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض والسارية في سنة الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم قالوا كأنها معظة مودع يا رسول الله فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل وفي رواية جميلة في مسندي أحمد بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال له أبو سعيد أوصني يا رسول الله قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل خير الله وفي لفظ فإنها رأس كل أمر فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين من خلقه والتقوى وصية سيدنا رسول الله لأمته والتقوى وصية السلف الصالح لبعضهم البعض سبحان المدى نعم كان أحدهم إذا لقي أخا أوصاه بتقوى الله جل علا أوصى بها الصديق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأوصى قال له اتق الله يا عمر وعلى فراش الموت وأوصى بها عمر ولده عبد الله بن عمر قال أوصيك بتقوى الله فإنه من اتقاه وقاه ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك وأوصى بها ابن السماك الواعظ الزاهد العابد أحد إخوانه فقال أما بعد أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك نجيك ورقيبك في علانيتك فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك والسلام نعم زك الله خير شوفنا هذه وصايا عظيمة جدا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا والمسلمين العمل به آمين آمين وأن نتقي الله وأشد ما تكون التقوى شيخنا سمعني أشد ما تكون التقوى أيها الإخوة حال العمل بالطاع أو حال ترك المعصي بذلك قال ربنا جل جلاله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحذروا سبحان الملك سبحان الله العظيم هذه الآية أيضا وهذه ما ننصح به إخواننا وأحبتنا في الله حين تقرأ القرآن ينبغي أن تكون لك وقفات تأخذ بلبك حين تسمع القرآن والشيخ أشار جزاك الله خير أن من أنواع هجر السماع أنك تبقى واقف وراء الإمام وسرحان أو أنك أنت ما عندكش في البيت قاعد في وقت تسمع القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته البيوت في كثير من بيوت المسلمين الحمد لله القرآن شغال بقى فيه قنوات تلفزيونية للقرآن وفيه إذاعات للقرآن وفيه على الكمبيوتر قرآن والقرآن بفضل وعالتليفونات قرآن فبقى القرآن مسموع ولكن هجر بيسمع شغال وخلاص فالسمادة شوف لما تسمع الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا يعني الله يأمر المطيعين لله والرسول أن يحذروا سبحان الله العظيم ثم تتمت الآية أيضا تجعلك تتعجب يعني وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا نحذر من إيه ما فيش ما قالش واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين سبحان الله العظيم فكأن هذا الإبهام في التحذير للتحديد الكبير سبحان الله العظيم فلذلك بنقول إن الإنسان إذا أراد التقوى مش بنقول اتقل لا للظالم اتقل لا للعاصي بس بنقولش للظالم بس العاصي بس الفاجر بس وإنما نقول أيضا للمطيع في طاعته ولذلك قال بعض الناس رأيت التقوى في كل شيء سهل إلا التقوى في اللسان نعم إن الإنسان يتقل لا فيما ينطق به أن يكون تقيا فيما يتكلم به وقالوا أن هذه التقوى أن يعد لكل كلمة جوابا فكيف تكون التقوى كما ذكرت شيخنا حضرك قلت أول كلمة التقوى هي الحياة نعم هي الحياة نعم حياة القلوب نعم فكيف تكون التقوى حياتنا بعض الناس يتصور أن التقوى زاد للأخرة فقط نعم ومن ثم يعرض الكثيرون عن معرفة التقوى فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا نعم لأن كثيرا من الناس يريد العجلة لكننا نود أن نقول له في هذه الدقائق المتبقية نعم بأن التقوى سبيل لسعادة الدارين أين يعني إذا أردت مالا فعليك بالتقوى وإذا أردت أولادا فعليك بالتقوى وإذا أردت أمنا وأمانا فعليك بالتقوى وإذا أردت رزقا فعليك بالتقوى وإذا أردت فرقانا يبين لك الحق من الباطل الله ويبين لك الحلال من الحرام والهدى من الضلال فعليك بالتقوى كل هذا في كتاب ربنا جل وعلا يقول الحق سبحانه فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقول الحق تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا احتسب يقول الحق تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فكأن حق التقوى سبيل حقيقي لتموت على الإسلام للثبات حتى الممات قال جل جلاله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سياتكم ويغفر لكم فالتقوى ترزق العبد أو يرزق الله به العبد نورا في قلبه يفرق به بين الحق والباطل والتقوى في الدنيا يا أبا علاء سبب لسعادة الدنيا وهي سبب للنجاة في الآخرة بل لا أبالغ إن قلت كما قال ربنا جل على في آية الزخرف والآخرة عند ربك للمتقين كل الآخرة والآخرة عند ربك المتقين أنا أعجب سبحان الله من أول لحظة يخرج فيها المتقون من القبور وهم في عز وكرامة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ويقول جل جلال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مخضية ثم النجي الذين اتقوا وبعدين إذا دخلوا الجنة والملائكة يدخلون وسيقا الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنت وسلام عليكم طبط إلى آخره بل وتتجلى كرامة في هذا الجوار الكريم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عندما ليك المحتدر فالآخرة كلها المتقين فعلينا أنا أسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا التقوى والتقوى يا أبى على كيف نحققك كما سألت وتفضل قال عبد الله بن مسعود في كلمات بليغة حق التقوى أن يطاع فلا يعصى هذا هو السبيل وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى هذا هو السبيل لتحقيق التقوى أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى فمن سلك هذا السبيل رزقه الملك الجليل تقوى ولم يقطع عنه هداه أسأل الله أن يجعلنا ويأكم منه آمين ختاما أيها الإخوة أنا أحبكم في الله التقوى هي السبيل للنجاة في الدنيا وفي الآخرة أيضا أختم بهذه الآية في قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله وحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله